إذا كان عنوان الرسالة دليلا على محتواها فالبشاشة وطلاقة الوجه دليل المحبة والاحترام وهي سرور يظهر في الوجه يدل به على ما في القلب من حب اللقاء والفرح بالمقابلة والبشاشة عمل صالح تثاب عليه إذا احتسبته قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ولا سيما أنها عمل سهل لا يكلفك جهدا ولا مالا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين وجه طليق وكلام لي لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق والبشاشة من أعظم مكارم الأخلاق قال عبد الله بن المبارك حسن الخلق طلاقة الوجه وبدل المعروف وكف الأذى وسئل الأوزاعي ما إكرام الضيف فقال طلاقة الوجه وطيب الكلام والبشاشة تؤلف القلوب وتؤدي إلى المحبة بين الناس قال سفيان بن عيينة البشاشة مصيدة المودة وقال عروة بن الزبير مكتوب في الحكمة بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسيطة أي مبكسمة تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب من حوله ببشاشته قال زيد بن أرقم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا والبشاشة تطفئ الكراهية ويدفع بها أهل الشر فقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول وبش في وجهه فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه يا رسول الله